مرحبا بكم مشاهدين الكرام في برنامج الاقتصاد في الصحافة على قناتكم الاقتصادية الاولى والذي نعرض فيه اهم الاخبار التي تطرقت اليها الصحف الصادرة هذا اليوم نبدأ عرضنا بجاردة الاقتصادية الاولى التي نشرت موضوعا حول رغبة رجال الاعمال الامريكيين في الاستثمار بالجزائر وقالت ان وفدا كبيرا يضم العديد من رجال الاعمال يتولون ادارة شركات امريكية كبرى في قطاعات الطاقة والصناعة وغيرها التقوا خلال زيارتهم للجزائر التي تدوم ثلاثة ايام وزير الطاقة والمناجم وعبروا عن رغبتهم في الاستثمار وتجسيد مشاريعهم ببلادنا كما نشرت الصحيفة دعوة وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني علي عون للوفد الامريكي لتنفيذ مشاريع استثمار وعرضه مزايا قانون الاستثمار والتسهيلات التي يمنحها لهم يومية الوطن تحدثت من ناحيتها عن ارتفاع تعاملات المالية الالكترونية الى 31 مليار دينار في 2023 حسب تقرير لتجمع النقد الالي الذي ابرز زيادة كبيرة في استعمال نهائيات المعاملات المالية خلال السنة الفارطة والتي تجاوز عددها بنهاية العام الماضي 53 ألف نهائي مقابل 46 ألف عند نهاية سنة 2022 وأشار تقرير التجمع عن الكثير من التعاملات المالية صارت تتم إلكترونيا منها تسديد فواتير شركات الكهرباء والغاز وتوزيع المياه والجزائرية للاتصالات حيث لوحظ ارتفاع في استعمال نهائيات التسديد الإلكتروني أما جريدة الخبر فتناولت تفصيل دخول بنك القرض الشعبي الجزائري لبورسة الجزائر قائلة أنه سيتم عرض 60 مليون سهم للجمهور وأن قيمة السهم الواحد تبلغ 2300 دينار في أول عملية دخول للبنك العمومي لبورسة الجزائر ونشرت الصحيفة تلك التفاصيل من خلال تصريحات الرئيس المدير العام لبنك القرض الشعب الجزائري علي قادري خلال يوم تحسيسي تم تنظيمه بمدينة برج بوري ريج حول تنظيم عملية دخول البنك للبورسة وفتح رأس ماله بطرح نسبة 30% منه للتداول في السوق المالية عبر قناة بورسة الجزائر يومية لسوغ داجغي نشرت مقالا حول عودة شركة شفرون الأمريكية للجزائر بعد نظيرتها إكسون موبايل وقالت أنه بعد أيام قليلة من إقرار القانون المتعلق بالمحروقات سارعت شركة شفرون الأمريكية الطاقوية العملاقة على إبداء اهتمامها بالعمل في الجزائر وسارت على خطى نظيرتها إكسون موبايل ونقلت الجريدة أن القانون الجديد الذي ينظم الاستثمارات في قطاع المحروقات فتح شهية العديد من الشركات البترولية الكبرى للعمل في بلادنا وقد اهتمت الشركات الأمريكية بالأمر مثل ما فعلته قبلها شركة إيني الإيطالية وتوتالينيرجيز الفرنسية صحيفة الحياة من جانبها قالت أن شركة الجوية الجزائرية تعمل على اقتناء 15 طائرة وكراء عشر خلال سنة 2025 حسب ما جاء في تصريحات الرئيس المدير العام للشركة ياسين بن سليمان خلال عرض قدمه أمام لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية في الخارج بالمجلس الشعبي الوطني وأضافت الصحيفة أن المدير العام للجوية الجزائرية أوضح أن الشركة ستقتني طائرتين خلال السنة سعة كل واحدة 400 راكب كما تعمل على شراء ثلاث طائرات أخرى في 2025 وطائرتين في العام الذي يليه ثم ثمان طائرات خلال سنة 2027 أما جريدة الفجر التي نختم بها عرضنا فنشر تصريحات لوزير الصناعة والإنتاج الصيدلني عالي عون التي قال فيها أنه سيتم الإفراج عن 346 ملفاً يتعلق بمشاريع استثمارية خلال السوداسي الأول من العام الجري مشيراً أن لجنة الوطنية رفعت العراقيل عن 650 مشروعاً استثمارياً كانت عريقة خلال العام الماضي وأشارت الصحيفة إلى تأكيدات الوزير بخصوص إنجاز مجمع لصناعة أدوية الأمراض العصبية والعقلية والذي سيعزز قدرة الجزائر على توفير الأدوية بهذا نصل مشاهدين الكرام إلى نهاية تقديم عرض بعض مواضيع الاقتصاد في الصحافة لنهار اليوم والذي تناولنا فيه بعض الأخبار الاقتصادية التي تناولتها الصحف الصادرة هذا الصباح متابعة طيبة لبقية برامج قناتكم الاقتصادية الأولى ابقوا معنا المترجم للقناة